السلام عليكم، إن الأكل هو أحد الأمور التي نقوم بها يومياً دون تفكير أو تأمل في آثاره على صحتنا وجسمنا ومزاجنا وحياتنا بشكل عام ولطالما كان الطعام البسيط والطبيعي والمحلي هو السائد في الماضي ولكن مع مرور الوقت ظهرت أنواع جديدة من الطعام المعالج والمثلج والمطاعم السريعة التي انتشرت بسرعة كبيرة واليوم نجد أن معظم الطعام المتاح في المتاجر الكبيرة غير صحي وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الإفراط في تناول الطعام وأخبرنا أننا مسؤولون عن جسمنا وصحته وتؤكد الدراسات أن تناول الوجبات السريعة غير الصحية مرة واحدة في الأسبوع يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20% وتزداد النسبة إلى 50% إذا تم تناولها من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وإذا تجاوزنا أربع مرات في الأسبوع فإن احتمال الإصابة بأمراض القلب يرتفع إلى 80% كما أن السمنة ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية هي أمراض مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنظام الغذائي السيء ويتوقع الخبراء أن متوسط عمر البشرية قد ينخفض بمقدار 7 إلى 18 عاما في السنوات القادمة بسبب انتشار هذا النظام الغذائي غير الصحي خاصة بين الجيل الجديد ومن المهم أن ندرك أن معظم الطعام الذي نتناوله اليوم يتم تصنيعه في المختبرات ومعامل الكيمياء حيث يعمل الخبراء على تحليله وإضافة مكونات تجعلنا ندمن عليه ويقول الخبراء أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية يتم التلاعب بها لتحقيق ذلك وهي الملح والسكر والدهون لذلك علينا أن نكون أكثر وعيا بما نضعه في أجسامنا وبطون أطفالنا وأن نختار الطعام الصحي والطبيعي كلما أمكن ذلك إن الملح والسكر والدهون هي المكونات الثلاثة الأساسية التي يستخدمها خبراء صناعة الغذاء للتأثير على أدمغة المستهلكين فهذه المكونات تجعل الطعام لذيذا وتجعل من الصعب على الشخص التوقف عن تناوله بمجرد أن يبدأ وعلى الرغم من أن هذه المكونات قد تكون مفيدة بكميات محدودة إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون ضارا ولتوضيح ذلك يمكننا إجراء تجربة بوضع قطعة من رقائق البطاطس الشيبس في النار ورؤية كمية الزيت الضخمة التي تنقط منها وهذا النوع من الدهون يسمى الدهون المتحولة وهو من أسوأ أنواع الدهون التي لا يعرف الجسم كيفية التعامل معها وفي المقابل إذا قطعنا حبة بطاطس طبيعية وطبخناها في الفرن دون قليها فلن نرى نفس كمية الزيت عند حرقها وحتى الجبنة التي نتناولها لم تعد طبيعية ففي أمريكا يمنع تسمية الجبنة الأمريكية بالجبنة ويجب أن يطلق عليها جبنة معالجة لأنها تحتوي على أقل من 50% جبنة فعلية بينما الباقي عبارة عن مواد معالجة وحافظة ونكهات وعند مقارنة الجبنة الطبيعية بالجبنة المعالجة نجد أن الجبنة الطبيعية تتعفن خلال 21 يوما بينما لا تتعفن الجبنة المعالجة على الإطلاق وهذا يدل على أن الجبنة الطبيعية تحتوي على قيمة غذائية تفيد البكتيريا والكائنات الحية الأخرى بينما تفتقر الجبنة المعالجة إلى أي قيمة غذائية وفي الختام من المهم أن ندرك أن ما نضعه في بطوننا وبطون أطفالنا يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتنا لذلك يجب أن نكون حذرين فيما يتعلق باختياراتنا الغذائية وأن نتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح والسكر والدهون وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر